انا دكتور انصار شكري كونسلطانت اوف راديولوجي استشاري اشعة مستشفى ودي النير هنتكلم عن استعمال الاشعة التدخلية في العلاج وفي الاشعة عموما الاشعة التدخلية هي وسيلة من وسائل الاشعة للتشخيص والعلاج في نفس الوقت الاشعة دي ممكن عن طريق الاشعة ان احنا نعمل تشخيص لبعض الامراض زي تجمع سوائل بالجسم زي خراريج بالجسم زي ديء في الشرايين زي جلطات في الشرايين والاوعية الدموية التشخيص ده اولا تشخيص وبعد كده ممكن ان انا عن طريق الاشعة استعمل الادوات اللي ممكن بيها اوسع الشرايين الدايقة او ان انا ازيب الجلطة اللي موجودة بدون التدخل الجراحي ان انا ممكن اعمل تصريف للخراريج والسوائل اللي اتضرب بالجسم عن طريق استعمال الاشعة وباستعمال الاساطر وباستعمال الدعمات ودي وسيلة نستغنى بيها عن الجراحة والتدخلات الجراحية